أنا أقول لك كلام والله الحكومة ألا تدفع ثمن من قبل رب العالم يدفعها ثمن لأن شالت خطيط هؤلاء يعني أنا كنائب لما أجأ أسوي متمر صحفي وأتكلم بالإعلام وأنزل بالجرائد وأنزل ما أخلت وسيلة وأروح إلى رئيس الوزراء وأروح إلى وزير التجارة وأقول ليش يعني أنت هالشكل سويته يقول لك هذا قرار قرار الحكومة أدري الحكومة ليش ما تحاسب الناس اللي اللي اليوم الإعلام يتكلم عدنا تسعمية ملف بالنجاها وأكو أموال وعدنا تقريبا ألف مليار إلى الآن مفقودا ما حد يعرف شنو مصيرها من 2003 إلى يومنا يعني عراق قصدك نعم يعني حتى لو نص هذا المبلغ ليش الدولة عاجة عن تحاسبهم سهر امتشرك وحصائيات تقول ماكو موازنة انصرف ربعها على العراقيين منذ أقرة الموازنات من 2003 إلى يومنا هذا وهناك مقولة لإقتصادي شهير قالها قال لو أن ميزانية العراق الحالية هاي اللي الآن احنا فيها لو أن ميزانية العراق الحالية تم العمل بها بعدم وجود أيادي تطولها أو مفسدين أو هدر للمال العام في غير أبوابه لكفت العراق لمرتين على احتياجاتها أعظم احتياجاتها وإحنا اليوم قاعدت دنت عاركوية الكوليرا رجعتنا وراء 30 سنة